سأل طفل والده ما معنى الفساد السياسي فأجابه لن أخبرك يا بني لأنه صعب عليك في هذه السن لكن دعني أقرب لك الموضوع أنا أصرف على البيت فلتطلق علي اسم الرأسمالية وأمك تنظم شؤون البيت فلتطلق عليها اسم الحكومة وأنت تحت تصرفها فلتطلق على نفسك اسم الشعب وأخوك الصغير هو أملنا فلتطلق عليه اسم المستقبل والخادمة التي عندنا تعيش من ورائنا فلتطلق عليها اسم القوى الكادحة اذهب يا بني وفكر عساك تصل إلى نتيجة وفي الليل لم يستطع الطفل أن ينام فقام من فراشه قلقا فسمع أخاه الصغير يبكي فذهب إليه فوجده بدون حفاظه ذهب ليخبر أمه فوجدها غارقة في النوم وتعجب أن والده ليس بجوارها ذهب يبحث عن أبيه في أرجاء الشقة فسمع صوته يضحك في غرفة الخادمة فعاد إلى فراشه تائها في الصباح قال الطفل لأبيه يا أبي قد عرفت معنى الفساد السياسي فقال الوالد وماذا عرفته قال الولد عندما تله الرأس مالية بالقوى الكادحة وتكون الحكومة نائمة فسبات عميق يعيش الشعب تائها قلقا مهملا ويصبح المستقبل غارقا في القذارة ترجمة نانسي قنقر